خالد مرتجير فضلت تعليق على حادثة اتجاه اللاعبة يد الزمالك مريم مصطفى في تطور لافت امتنع خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي عن التعليق على واقعة اتجاه لهن مصافحة مريم مصطفى لاعبة فريق اليد بنادي الزمالك خلال مراسم تسليم ميدالياتك اسمصر لكرة اليد ولتيشهد التتواجد اللاعبة كابنة لهناء حمزة نائبة رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاعلامي محمد فاروق كشف عبر حسابه الشخصي على فيسبوك عن تصريحات مرتجي حيث اوضح مرتجي انه يفضل عدم الخوض في تفاصيل الحادثة في الوقت الراهن مؤكدا ان كل شيء سيظهر في الوقت المناسب ولم يقدم مرتجي اي تفاصيل اضافية حول الاسباب التي دفعته لتجاهل مصافحة اللاعبة مريم هذا الموقف اثار جدلا واسعا في الاوساط الرياضية خاصة ان الحادثة تتعلق بقضايا الرياضة والاحترام المتبادل بين الاندية المنافسة يترقب الجمهور ومحب الرياضة في مصر توضيحات اضافية حول هذه الواقعة التي قد تكون لها تداعيات على العلاقات بين ابرز الاندية الرياضية في البلاد